مساء الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم خلينا نتكلم على مطش مبارح سريعا والأهم نروح للجاي هل وصلنا لمرحلة نقدر نقول إنه دخلنا في حزبة بيرما هل موقف النادي الأهلي في مجموعته في دول الأبطال أصبح موقف معقد الأهلي عنده أكتر مرتباط مهم جدا وأغلب المطشاط اللي جاية مطشاط من العيارة التقيل مهم كمان نقف مع رؤية مستر موسيماني وعدد تصريحات اللي قالها في المؤتمر الصحفي مبارح بعد مطش الفيتا كلاب وبيتهيالي إنه على مستوى الأداء أعتقد إنه الأهلي قدم كرة ممتعة كرة كتغيبة عندنا بقالنا فترة لكن هل غياب التوفيق هل اللامسة الأخيرة هل هو خاطر الهجوم إيه هو اللي ممكن يكون سبب الحالة اللي اتكررت يمكن في آخر مطشاط الأهلي بشكل كبير جدا وعدم قدرتنا حتى على المبادرة بالتهديف هنتكلم عن مشوار الأهلي في أفريقيا وكمان مشوار البطولة الدولي طبعا عندنا فيها مطش مهم جدا مع الإسماعيلي مباراة كلاسيكية مباراة من العارة التقيل مهما كان ترتيب الفرقتين في جدول الدوري بشرفنا ناقد رياضي أستاذ جمال الزهيري مدير تحرير رياضة بأخبار اليوم أهلا بيك يا أستاذ جمال أهلا بيك أهلا وسهلا بحضرتك أبتدي مع حضرتك من مطش مبارح اللي كانت نتيجة مؤلمة على الرغم أنه الأهلي لعب مباراة أعتقد أنها من ناحية الفنية كانت كبيرة جدا قدرنا نستحوز قدرنا نسيطر على مجرات المباراة في الشوتين قدرنا نخلق عدد كبير جدا من الأهداف لكن طلعت المباراة في نهاية عادل من وجهة نظرك بتقيم مطش مبارح هو طبعا لازم نعترف أولا أنه المنافس بتاعك هو اللي بيحدد مدى نجاحك بمعنى أنه لو أنت بتلعب مع فريق زي فيتا كلاب فرقة وعية جدا مش مجرد ناس بتجري يعني مش مجرد لياقة وقوة بدانية لا عنده لعيبة عندهم برضو القدرة على خلق الفرص والاستفادة منها وصناعة اللعب فبالتالي ما هواش فريق ضعيف يعني مش فريق نقدر نقول عليه لو أنت تعادلت معايا سواء هنا أو برا يعني هنا أو خارج مصر أعتقد أنه النتيجة لغاية فترة معينة كانت في مصلحة النادي الأهلي يعني أنت الأول تقدم عليك فيتا كلاب بأدف مع ذلك في خلال أربع خمس دقايق أو ست دقايق أنت قدرت أن أنت تبقى ليدنج عليه وتحرز هدفين ده مش من الفرق اللي هي ممكن تتخطف لما أنت تتقدم عليه هو برضو موجود وشوفنا ضربة الجزاء الوهنية ها طبعا يعني فيها مساعدة وكل حاجة فيها مساعدة طبعا وكل حاجة بس اللي أنا عايزة أقوله أنه مش عايز أنا ألقي بكل اللوم لأنه التحكيم عنصر يا أستاذ أحمد موجود وشئنا أمقابينا هنتعرض للظروف دي في كل البطولات أنا مش عارف بس يعني أنا مش عايزة أفتح يعني هتكلم معاك طبعا في ملف التحكيم بس خلينا أعجل النقطة دي شوية لأن أنا حتى طرحي ليها مش هيبقى متعلق بس بمطشاط الأهل لكن يمكن يكون متعلق بمطشاط معظم الفرق المصرية اللي يمكن التحكيم الأفريقي حتى على أرضها يعني إحنا إلى حد ما وفي مواقف وحاجات سابقة كتير جدا خلينا نقول أنه أهلي تعرض لظلم التحكيم يبين خارج أرضه لكن اللي مش بيبقى مفهوم أنه الظلم التحكيم يذهب على أرضك يعني أنا ما بشوفش ده بيحصل مع يعني مش عايزة أخص بالذكر فرق معينة ولكن ما بشوفش ده بيحصل مع معظم الفرق الأفريقية سواء شمال أفريقي أو غرب ورصة أفريقيا وخصوصا شمال أفريقيا وخصوصا شمال أفريقيا ما فيش أي حد بيقدر ييجي عليهم زي ما بيقول بالذات على أرضهم على أرضهم أنا بتكلم على أرضهم لكن نقدر نقول برضو أنه هل الموقف دلوقتي بالنسبة للنادي الأهلي هل البطولة خلصت؟ طيب لا يعني بصارف النظر أنا مش عايزة أتكلم برضو كتير غير لما تنتقل إلى نقطة التحكيم تمام إنما الموقف دلوقتي بالنسبة للنادي الأهلي هل البطولة خلصت؟ لا فاضل تلت مباريات تلت مباريات دول أنت يعني عندك كل الأوراق اللي تقدر تغير بيها النتيجة مظبوط الترتيب والمركز نفسه كلام ده كله أنت بالورع والقلم وإحنا عاديين من كاملوقتي ممكن بشكل كبير وبنسبة كبيرة جدا أنت تتصدر المجموعة يعني تأهل في المركز الأوراق بس أنت عندك صعوبة يمكن أنت عندك ماتشين برا أرض خارج الأرض بس هنرجع نقول زي ما فيتا كلاب بيلعب هنا وهو بمنتقى الجرأة أو بمنتقى الشجاعة أنه هو يحقق أفضل نتيجة إيجابية فأنت أيضا وأنت يمكن كنادي أهلي أنت رقم واحد في الجزئية دي أنت رقم واحد في أنك تقدر تلعب برا أرضك بقوة ويعني عايز أقول إيه عندك الخبرات اللي تخليك تعمل ده المهم يعني كلام حتى مستر موسيماني أنا لاحظت أنه هو الرجل بيتكلم في هذه المباراة وده حقيقي أنه الفرقة بتخلق فرص تهديفية كبيرة جدا ومؤكدة جدا ومؤكدة جدا أنت عندك المشكلة الحقيقية في إضاءة الفرص السهلة يعني أنت ممكن جدا تجيب تسجل من فرصة صعبة الكورتين اللي جابهم الأهل مبارح فرص مش مؤكدة بالزبط يعني كرة بتاعة أفشل وبلامسة أوفر بالعرض وقدر يخلصها بلامسة محمد شريف من فولول كورت أجاي قدر يخلص في فرص كتير جدا ما روح محسن الهدف اللي أحرزه رغم أنه غايب فترة بقاله فترة عن التهديف إنما برضو قدر أنه هو يسجل الهدف بمنتهى البساطة لكن في فرص بقى اللي هي أنت والثلاث والثلاث خشبات تضيع إزاي لما نيجي نتكلم فعلا عن مدى فائدة أو مدى الفاعلية الهجومية لأي فريق هو الأول بيوصل بيعمل فرص ولا لا مسألة بقى أنه بيضيع دي محتاجة شوية ضبط وحاجة يعني كنت متوقع أنه الأهلي لما يعف المجموعة دي يمر بالموقف الصعب ده يعني نتكلم على فريق مفنش بطل السلسية ومحق بطولة الدوري والكاس وبطولة الدوري الأبطال وابتدى سيزن جديد راح كاس عالم أندية حقق برونزية الإدارة دعمت الفريق وأضافت لي عدد من العناصر الشابة يعني زد بمعدل أعمار الأهم المجموعة اللي كانت في الإعارات أول اللي نضم لهم طاهر محمد طاهر مثلا برضو لعيب صغير في السن وطاهر على فكرة إضافة واللعيب العائدين من رحلة الإعارة برضو إضافة كبيرة جدا حزبة البرمة اللي احنا عديد بنكلم من وجهة نظرك هو بالتالي ما حدش من جماهير نادي لأهلي كان متوقع أنه الأهلي في مجموعة زي المريخ وسمبا وفيتا كلاب يبقى في موقف قبل ما يبتدي الدور التاني من دوري المجموعات يبقى شوية في موقف يعني مش لطيف يعني مش عايز أقول موقف صعب لكنه موقف ما كانش في الحزبة لا الحقيقة أنا دائما مش بقيس بالمستوى بتاع الموسم اللي فات أنت قدرت خلال الموسم الماضي يتحقق ثلاثية هل ده معناه أن انت تخش الموسم اللي بعده اللي هو ملتصق به لما انت جاي برضه من فترة فيه إرهاق للعبين فيه إصابات وفيه غيابات للعيبة مهمة جدا أنت عندك دلوقتي بالك قديب تلعب من غير علي معلول كم ورابع ماطش مثلا طوال علي معلول ده مش قوة أساسية في الفريق مهم جدا فالإصابات والغيابات دي يعني ممكن عايز أقول إيه تصعب لك الفترة اللي انت فيها دلوقتي إنما ده مش معناه أنها تقضي على الفرص وكمان ماينفعش أن أنا أقول الأهل يكسب السلسية فلازم بقى يخش يعني ياخد الفرق كلها واحد ولا الثاني فيه صعوبات وفيه فرق بالعكس انت ممكن لما يكون الفرق دي متابعك يا أستاذ أحمد بيبقوا متابعين أنت مستواك وصل لفين فبيشحنهم معنويا أنهم يلعبوا برضو قدامك بطريقة مختلفة أنت بتلعب النهاردة مع حد واخد البرونزية بتاع الكاس العالم بتلعب مع حد واخد الدوري والكاس في بلده بالإضافة للتاريخ الطوير فده كله أنا بقول إن هي عوامل تؤثر أنا مش هقول بقى تؤثر إيجابة لا تؤثر إحنا سلبا لأن بتخلي الفرق اللي قدامك كلها متحفزة حتى لو ملوش طموح في المجموعة إنما على الأقل مباراته معاك مباراته بطولة صحيح يعني مش بس على المستوى يعني يكسب الأهلي في حد ذاته طبعا لو لم يتأهل أفضل نتيجة ومش بس ده على المستوى المحلي على فكرة حتى على المستوى الإفريقي نفس الشيء بيبقى عنده طموح معين إنه هو يلعب قدامك ويبذل أقصى جهده في مباراته معاك طيب أنا هكلم معاك شوية حسابات أنا كنت بقول في بداية الحلقة إنه مطش مبارح بنهايته انتهى دوري المجموعات بالنسبة لنادي الأهلي والمطشات اللي جاية كلها بقت مطشات كؤوس لا تقبل الاسم على اثنين لكن كنت شايف أمدي شوية أهمية المطش فيتا كلاب اللي جاي لأنه الجولة اللي جاي عندنا مريخ سيمبا تاني وعندنا أهلي فيتا كلاب تاني سيمبا لو فاز على المريخ ويوصل لعشر نقط ويسيب الأهلي وفيتا كلاب بعيد عنه شوية بفارق ست نقاط تقريبا يتصرعوا على البطاقة التانية عشان كده بقول إنه مطش الأهلي وفيتا كلاب اللي جاي في منتقى الأهمية أو يعني مباراة مصيرية حسمها بالنسبة نادي أهلي أو فوز النادي الأهلي فيها يقطع الأهلي شوت كبير جدا لتأهل الأدوار اللي جاي بالزبط يعني إحنا لو افترضنا إن المباراة القادمة بين سيمبا هي مش نفترضنا ده الحقيقة سيمبا والمريخ مزبوط فلو سيمبا كسب هيبقى عشرة بونت أه حلق بقى والمريخ يبقى بره الحسابة والمريخ يبقى بره يبقى فاضل الأهلي وفيتا والاتنين مع بعض نفس النتائج مزبوط تعادل فوز هزيمة مزبوط يعني فيتا شابه في كل شيء ولذلك هو بالفعل المباراة القادمة بين الأهلي وفيتا مباراة مصيرية مباراة كؤوس يعني أنت اعتبر أنك تلعب المباراة دي خارج خالص حسابات المجموعة مزبوط أنت لازم إن شاء الله تكسب هذه المباراة وعلى فكرة مش صعب أبدا يعني خلي بالك الفريق اللي إحنا شوفنا ده أستاذ جمال مبارح أنا شايف أنه الأهلي يعني مع كاملة التقدير والإختار من الفيتا كلاب يكسبه بمنتهى سهولة يكسبه المباراة دي لو ما فهاش سوء تحكيم أو تحكيم أسهر في نتجتها كان أهلي يطلع كسبان طبعا ولو فيتا كلاب ده بيلعب بدون حالس المرمى بتاعه بيلعب مكان وحالس تاني أو في سيناريو تاني كان ممكن المطس ده يخرص كورتي إيل جد بالزبط وكمان نحط في الاعتبار نقطة هو هناك هيلعبك على إنه يكسبك هو هيلعب معاك في ملعبه هيبقى الأداء بتاعه وجومي مفتوح أكتر فإنت ممكن تستثمر الصغرات اللي هي هتبقى موجودة في الفريق بالزبط هو هنا برضو إلى حد ما في نوع من التحفز إنما أنت لما تلعب معاك هناك أنا بشوف أن الفرصة ممكن تبقى أكبر جدا أمام فريق النادي الآلي إن شاء الله أنه هو يحقق الفوز في المباراة القادمة أنا عايز أكلم مع حاجة في رؤيتك لإدارة موسيماني في المباراة القادمة بس خليني الأول عقايم أوقات تقييم حضرتك لإدارة موسيماني للماتشنبير يعني إحنا اتفقنا أنه الأهلي من ناحية الفنية قدم مباراة ما قدمهاش بقى له فترات طويلة يمكن من ماتش بالمراس حتى ماتش المريخ اللي كسبنا هنا 3-0 ما كانش فيه الحيوية والأداء والسيطرة والفرص بالكم اللي شفناه في ماتش فيتا كلاب مباراة رؤيتك لإدارة موسيماني المباراة اختياره لتشكيل البداية تغييراته أثناء المباراة والتعامل مع السنينياته المختلفة سواء بتقدم فيتا كلاب وبعد كده تقدم النادي الأهلي وبعد كده تعادل فيتا كلاب طبعا بداية التشكيل اللي بدأ به دائما المدير الفني بيختار من وجهة نظره ولازم نعطيه هذا الحق تماما أفضل مجموعة جاهزة التغييرات بتكون لتعديل هذه الرؤية ممكن هو بعد ما المباراة بتبتدي بيشوف أنه هو محتاج يغير بناء على مستوى اللاعبين أثناء الوقت اللي لعبوه في المباراة عندك مثلا إصابة محمود وحيد خرج فلازم دي إصاء ده تغيير اضطراري لكن أنا شايف أنه التغييرين اللي عملهم محمد شريف ومروام محسن لا طبعا بيقولوا أنه أولا هو بيفكر بشكل هجومي أنه يبقى عنده اتنين مهاجمين عشان يقدر يغير النتيجة وده برضو في حد ذاته فكر نقدر نحترم مستماني عليه أنه هو بيحاول يعني هو مش بيلعب عشان يتعادل لا بالعكس ده هو بيلعب وكاد يفعلها وهو فعلها بالفعل يعني من لعبتين يمكن أول لعبة يلمسها مروان أول لمسة بجون أول لمسة بجون على طول فإذن ده يؤكد أنه هو أولا استفاد من يعني كونه أولا غير وأشرك محمد شريف أعتقد أنه إحنا قلنا هذا الكلام كتير جدا أن محمد شريف مهم قوي لهجوم النادي الآلي مع الاحترام لبواليا لكن محمد شريف كان جاله من أول ما جاء النادي الآلي رجع للنادي الآلي كان عامل أداء كويس قوي وزي ما بيقولوا كده نفسه مفتوحة يعني للكورة وللأهداف اتسحب شوية فده برضو ممكن يعمل رد فعل عكسي عنده طيب أنت هتخدني النقطة مهمة جدا في خط هجوم النادي الآلي مبارح أنا بشوف أنه الهدف اللي أحرزه مروان في غاية الأهمية كان للآهلي في المباراة وكان لمروان نفسه طبعا محمد شريف برضو بنزله وتسجيله هدف في المباراة أعتقد أنه قدى لمحمد شريف جرع على أنه يمكن يكون هو في بداية السيزن يمكن كان بيشارك كان متقلق وكان بيسجل وبالتالي ده كان مخلي معنوياته عالية لما يقعدش بعدها يعني بعد حالة التقلق دي إلى حد ما أعتقد أنها تأثر من ناحية النفسية والمعنوية للعيد طبعا مبارح الأتنين خدوا جرعة مهمة جدا وفي نفس الوقت أنا مهمة جدا نحافظ على أبواليا اللي بيحالفوا وسوق حظ غريب يعني وإن كان الحقيقة الراجل من حيث الإمكانيات والتمركز والتعامل مع دفعات الخصم الراجل يبدو مميز وبيوصل وبيضيع وكل حاجة إزاي تتعامل مع السلاسي دول بحيث أنك أنت تخافز على حالتهم المعنوية وتخلي كل واحد جاهز في أي لحظة أنه ينديك أفضل ما عنده أنا شايف أنه دائما ما نبدأ باللحظة للسابقة النهاردة عندك مثلا محمد شريف تقلق مفروض أن أنا مسحبوش يعني مفروض بعد كده ما شلوش من حزاباتي أقولك ده وجهة نظري قال شخصية وممكن يبقى فيه اتفاق عليها أو لا طبعا بس طبيعي أنت لما بتلاقي لاعب عمل فارق في النتيجة أو عمل فارق في مباراة بتحفظ على الدفع اللي عنده دي كويس فأنت عندك مروان عندك محمد شريف عندك بوالية التلاتة أنت مش عايز تخسر حد فيهم بس في نفس الوقت أكيد كل لاعب من التلاتة حيبقى مدرك اللي احنا بنقول عليه ده أنه اللعيب اللي ماشي يعني يلعب آه طبعا ده وضع طبيعي عندك مثلا من المكاسب برضو يا سيد أحمد الأخيرة يعني معرفش هل الناس واخدها بالها أو أنا يعني أنا الواحد المضخامها جونيور أجيه طبعا عائد يعني يعني عارف جونيور ده خد فترة كده باعت خالص خفت تماما وملوش حس ما رجع لا جونيور أجيه بيعمل بيصنع عجمات وصانع لعب كويس جدا واخد بالك فده يعتبر كمان مكسب كبير جدا للنادي الأهلي آه طبعا ماتش اللي جاي صعوبته في إيه والتتوقع السيناريو فيتا كلاب آه بكلم على دوري أبطال طبعا هتكلم على الإسماعيلي أنه ماتش برضو تقيل وماتش مهم وصعب لكن ماتش فيتا كلاب بالنسبة لنا الجماهير النادي الأهلي يعني إحنا حساباتنا في الدوري الحمد لله مريحة ومطمئنة شوالا اللي يمكن الجماهير الأهلي الآن منه شوية وده طبيعي حساباتنا في دوري الأبطال شايفوا إزاي خصوصا أنه مباراة ما أعتقدش بأي حال من الأحوال أنه جمهور نادي الأهلي يقبل فيها فيها بالخصوص أولا ده دي حقيقة مؤكدة أنه النادي الأهلي لن يسافر إلى الكنغو وهو يضع في اعتباره أنه يتعادل مثلا لا الهدف الأساسي من هذه المباراة وده اللي حديثك أشارت لي وأنا بأكد عليه كمان أن هي المبارايات القادمة مبارايات كؤوس وأهمها فيتا كلاب فيتا كلاب هي دي المباراة الأساسية بالنسبة لي اللي هي لازم يبقى اللعيبة حتى في اعتبارها أن هذا الفوز هو اللي يعيد النادي الأهلي مرة أخرى للمنافسة بقوة واخبالك لأن انت كمان ما تضمنش ظروف السيمبة والمريخ مهكورة فيها كل حاجة برضو لكن انت مبدئيا لازم تلعب هي دي المباراة بالنسبة لك دايما نقول في مباراة مفتاح يعني للبطولة أو مفتاح للمجموعة هي دي مباراة لجانا طبعا طبعا هي دي المباراة مهمة جدا يعني هي اللي كانت مهمة قوي اللي هنا طبعا يعني انت لو كنت كسبت تفرق كتير جدا في أدائك للمباراة القادمة لكن انتهى الوضع على ما هو عليه هل ده معناه أنه نسلم أو نقول خلاص مش هنقدر ما اعتقدش ان في النادي الأهلي دي مش موجودة يعني ازاي أضمن أنا كنادي أهلي ومن وراي الأندية المصرية يعني هنا مش بس بتكلم من النادي الأهلي ازاي أضمن على قل تقدير انه الفاتورة التي دفعت في ماطش بيتا كلاب ما تتكررش تاني معايا على مدارة مشوار البطولة ازاي أضمن انه ما يبقاش فيه أخطاء تحكمية خصوصا حقيقة عارف انه في دور الدولي المجموعات ده ما فيش جوار في استخدام تقنية الفارو بالتالي أنا ما عنديش رفاهات ان أنا أستحمل أي خطأ الغلطة بفورة الغلطة ممكن يكون تمنها خروج بفاعل فاعل النادي الأهلي من البطولة وبالتالي أنا مش هقدر أعمل حاجة يعني خلاص الأمر واقع بالنسبة لنا رغم اعتراف الحكم انها مش ضرب الجزاء كل الناس شايفت انها مش ضرب الجزاء هو مع ذلك اتحسن هو مع ذلك خلاص أنا اتخصم مني نقطتين كانوا النهاردة يفريقوا معايا كتير جدا في مشوار التقاهل وبالتالي الأهم بالنسبة لي اللي جاي ازاي الأهلي والأندي المصري يتحفظ على حقوقها في ما هو قادم في ما يتعلق بالملف التحكيم في جزئية تتعلق بالفريق نفسه بالتيم نفسه ان انت في مباراتك الأولى أمام فيتا كلاب بعد ما أحرزت الهدف التاني وتقدمت كان في إمكانك تني المباراة خالص تقتل المباراة بمعنى ان انت كان ممكن تحرز أهداف على فكرة يعني فيه فرص جات لك يعني مش عايز أقول ان هي كانت تحسم الأمر خالص ما تخلكش عاصل أنا دايما بعتبر النتيجة اللي هي قريبة بفرق واحد ما تطمنش فانت كان في إيدك في هذه المباراة ان انت لما يكون انت عندك لحظات تقلق في ست دقايق أحرزت فيهم هدفين الفرقة اللي قدامك بتنهار دفاعيا يعني أي حاجة لازم انت تحاول بقدر الإمكان ان انت تستفيد من الفترة اللي انت مسيطر فيها على الجيم وتزيد من الأهداف مش بس أنا متفق معك في جزء دي بس هل حاج شايف انه فيه إجراء يعني هل من الممكن مثلا أنا بطرح أفكار معرفش مدى صحتها ومدى قابليتها لطبي هل من الممكن مثلا التحدي الكرة يخاطب التحدي الأفريقي بمخالفات احنا شخصيا هنا يعني أنا والزمل عندنا ملف لأخطاء فادحة لتحكيم الأفريقي على مدار سنين طويلة جدا ومنها أخطاء حرمة النادي الأهلي من التتويج بالبطول وبالتالي أنا أقوله أنه السنة دي عشان حفاظا على العدالة يعني إذا كان فيه منافسة لابد أن يكون فيه عدالة عشان يكون عندك بطولة قوية ومحترمة ومعترف بيها دوليا لابد أن يكون فيها كل معيير بالظبط كده وبالتالي أنا أنا كأهلي النهاردة تضررت بشكل كبير جدا من التحكيم في مطشن بارح عايز بس أمنع أمنع ده هو لو كان فيه فار لو كان فيه فار ما هو الفار الفار بيبقى زي فرصة لتصليح الأخطاء ما فيه فار فأنت برضو مهما كتبنا عارف مهما كتب تقارير وكتب شكاوي حتى عرضة لهذا الأمر تمام هل يتعرض الحكم حكم مباراة الأمس ردوان جيد لعقوبة ما هل ممكن ما نشوفهش في مطشات قادمة هل فيه إجراء ممكن ياخدوا اتحاد الكرة المصري أو حتى إدارة النادي الأهلي فيما يتعلق بملف التحكيم في أفريقيا هنسمع إجابة أستاذ جمال الزهيري ضيفنا في السادسة بس بعد الفاصل أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية وإحنا يعني داخلين كده على مرحلة جديدة في مشوار الاتحاد الأفريقي رئاسة موتسيبي طبعا رئيس السابق لسانداونز واللي بعتقد كمان أنه يعني على مستوى العلاقات ثنائية اللي كانت تجمع بين أهلي وسانداونز في علاقات طبيبة جدا بتجمعنا أنا بطرح سؤال السؤال الموجه للاتحاد الأفريقي السؤال الموجه للحكام بالاتحاد الأفريقي ماذا لو تعرض الأهلي لذلم تحكيمي في مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا ماذا لو كانت نتيجة هذا الظلم عدم تأهل للنادي الأهلي لاستكمال بطولة دوري الأبطال أعتقد أنها تكلفة كبيرة جدا وفطورة كبيرة جدا جماهير النادي الأهلي ما عندهش السعداد أنها تتفحها أو تستحملها أعتقد أنه الخطأ اللي حصل مبارح بالتأكيد خطأ غير مقصود ولكنه كلف النادي الأهلي نقطتين غاليين جدا فيه مشواره مرة تانية طبعا برحب بضفنة أستاذ جمال الزهيري النقد الرياضي ومدير تحرير الرياضة بأخبار اليوم أهلا بك أهلا بك أهلا بك هل حقيقة تعتقد أو تتوقع أنه من مفترض أن يكون فيه تحرك بشكل رسمي فيه مخاطبة اتحاد الأفريقي فيه جواب شديد للهجة أنا كنت بدردش محرك يمكن أثناء الفاصل وقلنا أن فيه مواقف كتيرة جدا تعرض لها الأهلي بشكل خاص والفرقة المصرية بشكل عام ويمكن إلى حد ما لنقطة معانا جماهير الأندية المصرية وجماهير النادي أهلي ممكن تتقبل بعد التحامل لما بنكون وده بيحصل كتير بنعم برأ أرضنا لكن على أرضنا أعتقد أنه ده أمر غير مقبول على الإطلاق هو بس اللي ممكن عمله إذا كان هناك فرصة أو فكرة لعمل بيان هو البيان ده بيبقى بيان تحفظي أكتر منه مش هيغير مش هيغير لكن هو الموضوع الأصلي مفروض على الاتحاد الأفريقي نفسه هذا جبت سيرت بقى موتسيبي اللي هو الرئيس الاتحاد الجديد الأفريقي يجب أن يكون على رأس اهتماماته اللي هو النقطة التحكيم لأن التحكيم الأفريقي مع كل الاحترام ليهم كأشخاص إنما للأسف الشديد فيه شكوى مستمرة من أداء الحكام الأفاق فلابد أن يكون هناك اهتمام بهذه النقطة كبير جدا يبقى على رأس أولويات جدوى الأعمال الاتحاد الأفريقي الجديد النقطة الأخرى اللي هي الخاصة بتقديم نوع من الاحتجاج أو الاعتراض أعتقد أنه مش هيؤدي برضو إلى أن المباراة اللي تاليها مباشرة تضمن أنه ما فيش حاجة هي الفكرة كلها زي ما قلنا أنت حتلعب وأنت عارف كويس أن فيه أخطاء تحكيمية بقدر الإمكان بتبعد هذه الأخطاء عن الصندوق اللي هو قدام المرمى اللي هي منطقة الجزاء بقدر إمكانك ما أنت المرة دي كنت بعيد شوية وتحسبت لك برضو لكن أقصد أنه حاول باستمرار أداءك يبقى خارج هذا الصندوق أنا لو قفلت الحتة دي أستاذ جمال ممكن يجيلي هدف تسلل أو ممكن يجيلي هدف بالإيد يعني حصلت قبل كده كتير أنت لن تستطيع بقى أن أنت تضمن دي مية في المية حتى لو خدتهم الاسم يعني يعني حتى لو خدتهم الاسم وحلفت عليهم لو الحكام في حاكم ما عاوز ياخد قرار للأسف الشديد الحماية اللي واخدها الحاكم حماية يعني المفوضة أنها تبقى ميزة ما تبقاش عيب إنما للأسف يعني حنقول إيه فاكر الهدف بتاع مايكل إنرامو بالبوكس الحاكم اللي قدر هذه المباراة كان عرجون فكرونا كلا لا لا ما كانش عرجون كان حاكم أفريقي بعدها بكذا مباراة بعدها بكذا سنة تم شطبه من سجلات التحكيم الأفريقي بتهمة الرشوة يعني أنا مش فاكر اسمه دلوقت الحقيقة بس أنا اللي أذكر كويس قوي إن هذا الحاكم تم استبعاده وشطبه من سجلات يبقى ده معناه إيه؟ إن أنت النهاردة أضريت بنادي سواء للآله أو غيره أو أي نادي آخر إنه الأخطاء دي بتصيب الأندية بالضرر وبعين بعد كده استفاد إيه بقى لما بعدها بسنتين ثلاثة يتشطب لسوق السلوك أو للرشوة ومن هنا بتيجي أهمية مثلا وده كنت بكلم عليه في الجزء الأول من الحالة إنه زي أكبر وأهم مسابقة فيه قرار أفريقية ما يبقاش فيها تطبيق لتقنية الفار يعني لو بتهالي إنه بالنسبة 99.9% لو فيه فار مبارح ما كانش الغزة دي أصبح على الأقل هيبقى فيه فرصة للحكم حتى لو هو حسن النية وأخطأ بيتراجع ما هو الفار بيديره فرصة إنه هو يصلح خطأه اعتمادا على إن الفار أشار بحاجة معينة صحيح طيب قبل منق الدولي سؤال أخير متعلق باللجاي طيب وأنا دايما بحب يعني أنت عرف إنه جمهور جمهور الكرة عموما وجمهور الأهلي بشكل خاص مش موجود في المدرجات فصوته يعني يمكن موجود على السوشال ميديا ويمكن موجود على الصفحات الأهلي والله يصوته واصل آه يعني ناس تتكلم نقول يعني إحنا بنعاني قدام من حيث الأرقام والنتاج يعني مش منحس الأداء بتاعي لأهلي قدم أداء مقبول في افتتاحية الدولة للأبطال بس إثناء مباراة سيمبا اللي كانت مش مفهومة وهي على فكرة المباراة دي اللدت لسيمبا التقدم ده صحيح لأن برضو معلش مع احترامي مستوى سيمبا التنزاني لا يزيد عن الأهلي خالص بالعكس العكس هو الصحيح أخبالك أنت ديته الفرصة في هذه المباراة أنه هو ينطلق تمام الحكم اللي حاكت بتتكلم عليه اللي تم شاطبه اسمه جوزيف لامتي أيوا بزر هو ده الحكم اللي تم شاطبه من الزجل الحكم ده غير العرجون ده كان قبل كده آه العرجون آه قبل كده معنا قصص دانية طيب خليني أقول لحضرتك إنه دي فكرة برضو مطروحة ويهمني أسمع وجهة نظر حقاك فيها فضل البدايات مش أحسن حاجة يعني سواء مطش سينبا أو مطش فيتا كلاب موقفنا في جدول الترتيب في دوري المجموعات مش أحسن حاجة ناس بتسأل طب الأهلي بيعمل ده مع سينبا هايعمل إيه بعد كده وفيتا كلاب طب هايعمل إيه بعد كده فعلا طرح لساند داونز إن شاء الله بإذن الله متقاهر راح ساند داونز راح ترجي راح وداد الوداد السندي نسخة غير الزبط تماما اللي شوفناها السنة اللي فاتت شايف إن السؤال دا منطقي لا هو دا نقدر نقول برضو إنه شيء طبيعي بعد الفوز بالسلاسية والوصول إلى كأس العالم الاندية وتحقيق إنجاز فيها ونتاج كويسة دا ممكن يصيب اللاعبين برضو بتشبع من ناحية البطولة كويس قوي ألهم برح مستر موسيلي طبعا أصلاحنا برضو بنتكلم على بشر بس دا دور برضو جاهز فني دور مدير فني زي تفقى حافظ أنا أقول لحضرتك حاجة هو المدير الفني أنا دايما بزعل لما الناس تحمل المدير الفني أيا كان سواء موسيماني أو غيره بتحمله هو كأنه بيلعب أتاري أو كأنه بيلعب يعني حاجة شطرنج مثلا لأ وبيلعب بمخه أو بيكلف بيه لعيبة ممكن اللاعب ما يبقاش موفق يعني فهم قصدي يعني ممكن فيه لعيبة مثلا بتبقى متمرنة ألف مرة على تسديد ضربات جزاء ويجي مرة يضيع أو وهكذا يعني انت فهم فهي الفكرة أنه آه اللاعب أمتشبعة فعلا بس أنا بشوف أنه التجربة والخطأ في مباريات دوري مجموعات عواقبها بتبقى أخف بعد كده بعد ما الأهل إن شاء الله الأمور تتعدل ويصعد بإذن الله أعتقد مفيش خوف من لقاءه مع الفرق الكبرى اللي هي الناس الأنى منها لأنه الفرق اللي هي بتنفس بقى على بطول قبل كده على فكرة الأهل مر بمشاكل في دوري المجموعات لغاية ما يتآهل بعد كده بيبقى لها استعداد خاص وفرق بتبقى كبيرة فتدرسها أكتر بدليل إنك وصلت المباراة النهائية صحيح وكسبت البطول صحيح مضطرين نقفل صفحة دوري الأبطال مؤقتا لغاية لما نرجع لها مش بعيد احنا يوم 16 أعتقد فيتاك ونروح لمادش الإسماعيلي اللي جاي يوم الأربع مباراة كنت بقول عليها مهما اختلف ترتيب الفرق تيم في الجدوى المباراة من كلاسيكيات الكرة المصرية والإسماعيلي بيجي قدام الأهلي دايما ويقدم مباراة كبيرة شايفها مطش صعب وشايف أنه نتيجتها هتكون لها تأثير أو مرتبطة بمشوار أهلي الإسماعيلي قوة لا يستهام بها حتى لو كان في المركز الستاشر أو السبعتاشر أيو يعني موقفه صعب جدا ومع ذلك لابد وأعتقد النادي الأهلي بيعمل كده على طول بيدي الاهتمام الكافي لفرقة الدرويش وهيلعبهم على أنهم في أحسن حالتهم واخبالك وأكيد طبعا مستر موسيماني وجهاز الفني درسوا تماما وعندهم فكرة كويسة جدا عن نقطة القوة والضعف والفوز إن شاء الله على الإسماعيلي حيبقى كمان شيء مهم قوي قبل مباراة قبل الجولة الرابعة الرابعة أو يعني الدور التاني في دور المجموعات حيبقى مهم قوي ودفع كبيرة لأن كمان أنت هنا بتشتغل على جبهتين جبهت الدوري وجبهت دوري أبطال أفريقيا صحيح فالميزة برضو على طول في النادي الأهلي أنه بيفصل يعني دي بطولة ودي بطولة وأكيد الأداء الكويس في المباراة دي أمام الإسماعيلي هيبقى أفضل استعداد لمباراة فيتا كلوب إن شاء الله حمل كبير على لعبة النادي الأهلي مدركين تماما أنك أنت تبقى مطالب بالفوز باستمرار وأنك أنت تبقى بتلعب في أكتر من بطولة في نفس الوقت ومطالب بالتتويج بكل البطولات اللي بتشارك فيها في نفس الوقت حمل كبير جدا مش بس بدني ونفسي وعصبي ولكن كلنا ثقة في رجالتنا وبمناسبة الثقة أنا بطلب من جماهين النادي الأهلي لأنه هي دي اللحظات يعني لعبة النادي الأهلي لما بتفوز وبتفرحنا وبتتوج ببطولات طبيعي جدا أنها تستنى مسندة وفرحة جماهين النادي الأهلي لكن هو ده التوقيت النادي الأهلي ولعبته وجهازه الفني محتاجة المسندة والدعم الكبير جدا من جماهين النادي الأهلي وثقة كبيرة جدا في كل الأهلوية والدعم اللي يقدموه على مدار الأيام اللي جاية سواء قبل مواجهة الإسماعيلي أو قبل مواجهة فيتا كلاب في رابع جوالات دوري أبطال إفريقيا من بكرة نفرد مساحة أكتر ونتكلم أكتر نفل صفحة فيتا كلاب ونفتح صفحة إسماعيلي ونتكلم أكتر عن المواجهة اللي جاية بين الأهلي وإسماعيلي في بطولة الدوري العام بشكرك شكرا جزيلا شكرا أنا سعيد أن أكتب موجود معاك النهاردة وأنا أسعد وأنا بضم صوتي لصوتك بنوجه لجمهور نادي الأهلي أنه هو ثقة لازم تستمر بشكل قوي جدا في فرقته وإن شاء الله بإذن الله هيعدوا عنخ الزجاجة ده إن شاء الله بإذن الله بشكر حضراتكم على المتابعة تحياتي لكم ونقبل حضراتكم بكرة إن شاء الله